يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة الزمالك بيفوز على أبو سليم الليبي ومودرن فيوتشر أيضا يفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي في الكونفيدرالية الأفريقية الزمالك بهدف ليوسف أوباما في الديئة 73 قدر يحسم هذه الموجة بص الزمالك النهاردة ما كانش حلو أجاب لك من آخر يعني كانش فيه فرص كتير على المرمى وما كانش الأداء عظيم والأداء لسه فيه هبوط كل حاجة عايز تقولها النهاردة ونتفرج على الزمالك قولها براحتك تمام؟ بس أنا همسك في الحاجات الإيجابية يعني إيه؟ يعني الفترة اللي فاتت دي الزمالك كانت الأمور كلها سلبية على مستوى الأداء وعلى مستوى النتائج لكن دلوقتي النتائج تتحسن وزي أنا بيقوله كده إيه؟ مريض يتعافى الزمالك كان مريض فنيا طوال الفترات الماضية تحديدا مع أخوان كالوس أسوريو وبدأت الأمور تتحسن وبدأ الزمالك يتعافى مع كابتن معتمد جمال من مبارات برامت زوال النهاردة أمام أبو سليم الليبي طيب إيه الإيجابة اللي حصل النهاردة؟ الإيجابة اللي حصل النهاردة إن إحنا من 2017 ما بنشوفش الزمالك بيبدأ دور المجموعات في أي بطولة أفريقية بفوز فالزمالك كسب برافو إيه الإيجابة تاني؟ إن الزمالك النهاردة لأول مرة تخيل لأول مرة من بداية الموسم الزمالك يخرج بشباك نظيفة لأول مرة حاجة منتقى الغرابة 8 مباريات ماضية الزمالك استقبل فيهم أهداف النهاردة المباراة التاسعة بلا أهداف مرمى ورغم كده فريق أبو سليم الليبي كان على فترات خطير وله بعض الفرص الخطيرة في كل حوال مبروك للزمالك فوز مهم وانطلاق أفريقية مهمة جدا النهاردة برضو فريق أبو سليم بصراحة عمل مباراة محترمة قدام نادي الزمالك